اهلا بكم مرة تانية الهايبو بتيوتريزم درس سهل جدا لانه منطقي جدا انت دلوقتي عندك الهرمونات دي وتبدأ تقللها فتبدأ تظهر الاعراض طبعا لما يقل هيقل الكورتيزول وبالتالي يحصل شوك او نقص في البلود بريشر رهيب وده بيحصل لو الهايبو بتيوتريزم حصل بطريقة اكيوت وده في الغالب بتبقاه بسبب اكيوت يعني ايه سبب اكيوت يعني سبب مفاجئ حصل مثلا همريج حصل شوك حصل حاجة مفاجئة في الانتيرير بتيوتري او البتيوتري بواجه عام فقدت لي ان اول حاجة بتفقد على طول الكورتيزول ويحصل شوك يحصل ان السيرويد اه تي سي اتش ايله وبالتالي هيحصل هيبو سيروديزم واعراض الهايبو سيروديزم هنعرفها بالتفصيل في السيرويد جلانت تقل الريبروداكتف هرمونز فيبقى في هايبو وده في الغالي بيحصل فيه سهل جدا تشخص الهايبو بتيوتريزم لانك بالبساطة بتشوف الليفلز بتاعت الهرمونز دي زي الكورتيزول والتي سري وتي فور وبتعالجها برضو بسهولة جدا بانك بتدي الهرمونات اللي نقصها فتدي الاسترويد طبعا ده مهم جدا ده اهم حاجة تدي السيرويد هرمون تدي جروس هرمون يعني تشوف ايه الهرمون اللي نقصه تديه التركة في الدرس في الدرس ده في الاسباب هو احنا عارفين ان الهايبو بتيوتريزم بيحصل بسبب في الانتيريو بتيوتري ايه بقى اللي يعمل بدمج نون فونكشنال ادينوما وده احنا درسناها بالفعل اللي هو البرولاكتينوما والاشياء الاخرى الكرينيوفرنجيوما نوهنا عنها سريعا لكن هتكلم عنها بالتفصيل دلوقتي الاسكيميا ويهمني منها نوع معين اللي هو بنسميه الشيهان سندروم لسه بنوهين عنه في الدرس اللي فات في سيمون سندروم البرين انجري يهمني برضو حاجة معينة اللي هي الامتي سلة هو ما بيبقاش انجري او بس انا يعني عايزك تربطها هنا كده بيها والهيموريجيه منه منه نوع معين اللي هو البتيوتوري ايبوبليكسي وهم دول الاربع امراض اللي احنا هتكلم عنهم في الدرس ده كرينيوفرنجيوما شيهان سندروم امتي سيلا سندروم والأيبوبليكسي الكرينيوفرنجيوما ده بيبقى بناين تيومر في الغالب بيحصل في الاطفال في سنه عشر الاربعتاشر سنة والاعراض بتيجي من الكومبريشن لو انت تفتكر او خلينا نفسك الاسم الاول اوما يعني ماس او ورم جاي من الفارينكس وضغط على الكرينيوم لان احنا زي ما اتفقنا ان الادنوهايبوفيسيس او الانتيربيوتري ادي الانتيربيوتري اهيوة البستيربيوتري الانتيربيوتري دي بتبقى نتيجة ان الاورال اكتودير متطلع فوق انما البستيربيوتري بتبقى امتداد فالاورال اكتودير يعني جاي من الجي اي تي فبالتالي الفارينجيوما كلمة فارينجيو جاي من الفارينكس اللي هو الحلقوم يعني الاعراض بتاعته ايه اعراض الهايبوتريوتريزم اللي احنا لسا اي لنها يعمل ماس افكت فيعمل هيريك وبيوتيمبرال هيمو اونيبسيا ولو ضغط على بيعمل بسبب انه احنا هندرس في ان هو المسؤول عن طبعا هو زي ما اتفقنا جاي من الراسكس باوتش ودي في الاورال اكتوديرم تاني سبب معانا من اسباب الهايبوبتيوتريزم نفتكر من الاناتومي ان بتبقى ماشية كده بعدك يبقى في حاجة اسمها السلة تورسيكة والسلة تورسيكة دي بيبقى قاعد فيها السلة تورسيكة دي طبعا متبطنة بالمينجيز المينجيز دول بيبقوا ماشيين كده ملاسقين للبون تمام وماشي فيهم السي اس اف اللي بيحصل ان السي اس اف بيبقى اللي ماشي في الحتة داية بيجي هنا ويقوم حصلوا تضخم فيضغط على البتيوتريجلانت ولما يصوروا ده في الرنين المغناطيسي في اشعة الامر اي بتبان فضية فيبان السلة تورسيكة كأنها فضية فقالوا ياه سلة وفضية فسموها لكن هي تقريبا بتبقى مفهاش اي حاجة خالص وفي الغالب ان دا بيحصل في الستات الاوبيز اللي عندهم دي الحاجات اللي لقوها في الغالب مع وطبعا بتبقى معها اعراض لكن في كتير من الاحيان الموضوع دا بيبقى يعني مش مفهوم ايه السبب بتاعه وزي ما قلنا السبب التسمية انه هو بيبقى شفاف تحت الامراي تاني سبب معانا من اسباب هو عشان نفهمها خليها نرجع تاني نرسم الرسمة بتاعتنا احنا بيبقى عندنا والاسفينويد بون دي بتبقى نايمة فيها في الغالب بتحصل لما بيكون البيتيوتري البيتيوتري بيبقى حجمه كبير وطبعا بيبقى واصل كتيرة عشان تغزي حجمه كبير اللي بيحصل انه لسبب غير مفهوم احدى هذي بيينفجر وبالتالي بيحصل في البيتيوتري البيتيوتري لما بيلمس بسبب قوي جدا وبالتالي بيسبب صداع شديد للغاية لذلك اهم معرض تقريبا في الايبوبليكسي انه كمان طبعا الدم ده يبدأ يتراكم 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 يبدأ يضغط على يسبب ويضغط على كمان فيسبب يعني يحس بزغلالة او يشوف الحاجة حاجتين زي طبعا انه بيأثر على باقي الخلايا المهمة فيقدي وبالتالي بيحصل في الغالب موجود ممكن يكون العيان ده ماشي على او الامراض اللي هي او العلاجات اللي هي علاجات السيولة لانه مسلا عنده جلطة او كان عنده جلطة فبياخد ادوية بتخلي الدم سائل زي الورفرين فده اللي سبب الاعراض اللي بتجيله بسبب ضغط على وطبعا نقص في وظائف الهرمونات اللي جاي من البتيوتري اهمها انه بيحصل بسبب بعد كده معانا الشيهان سندروم واحنا قلنا ان هي صبطايب من السيمون سندروم لكن طبعا الشيهان سندروم هي الاهم دي بتحصل في الحمل ببساطة شديدا عايزك تفتكر دايما لو واحدة ستة كانت حامل حصلها نزيف بعد الحمل ومعرفتش تردع فهي شيهان سندروم الى ان يثبت العكس تاني واحدة ستة كانت حامل حصلها نزيف اثناء الوضع ومعرفتش تردع ابنها بعد الحمل او بعد الولادة فهي شيهان سندروم الى ان يثبت العكس هو في الغالب احنا عارفين ان طبعا اثناء الحمل كل حاجة في الجسم بتحتاج ان هي تشتغل بطريقة اكتر وبالتالي بتفرز الهلمونات بطريقة اكبر وبتكبر في الحجم عشان تقدر تقابل هذا الديماند من اعضاء الجسم لكن لما بتكبر في الحجم ما بيكبرش معها البلود فيزل وبالتالي بيحصل خاصة لو حصل نزيف اثناء الحمل ليه؟ لو احنا رسمنا هنا كده تاني ادي ادي السولاتيوسيكا وده مثلا الحجم الطبيعي للبيتوتريجلاند اثناء الحمل البلود فيزلز هي اللي كانت مغزية في البلود فيجلاند كويس دلوقتي مش هتقدر توصل لحد الاخر فالجزء ده الريدي معرض جدا للسكيميا لو الكمية الدم اللي ماشية في الجسم قلت بسبب ان المرأة نزفت وهي بتضع ابنها طبعا الدم اللي الواصل البيتوتري بيقل والواصل الاجزاء دي هو كمان بيقل بيحصل اسكيميا وهو ده هي دي شيهان سندروم طبعا لما بيحصل اسكيميا بتظهر اعراض اهمها الشوك اللي هو و بسبب نقص طبعا عشان كده نزفت وهي بتضع ابنها ومعرفتش تردع ابنها بسبب وكمان بيحصل الوصف ده كله بنسميها طبعا زي ما اتفقنا ايا كان سبب سواء كان او 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 ايا كان بنعوض الهرمونات اللي نقصها وبالتالي بنعالج وده نهاية فيديو الهيببتيوترزم